السلام عليكم البنات كديرين كنتمنى ان شاء الله يربي احوالكم تكون بخير على خير اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا كل فيديو اللي طلبتوني اليه بزاف كان اتقدر التأخير ولكن راكم عارفين كان شوية للضغط وراكم عارفيني انا بان لا طلبتون مني شي حاجة راكن ديره في البال ما كان نساكمش لما نطول عليكم الفيديو دي اليوم غادي تكلم على جوج وصفات يعني مش وحدة اللي كنستعملو محنا في العائلة لعلاج بومزوي او القولون العصابي بومزوي هو اللي يمنع يعني من يفقد الشهية لا يجعل الإنسان يغلادي يعني اسمان يتزاد في الوزن يبقى تحسي بحل شي عرق يضرب يعني في كرشك ويحسك بالعياء ويضعف لك الوزن كما قلت يعطي بزاف دي الاعراض وورا السبب دياله هو ان كما قلت لكم القولون العصابي ما يبقاش يؤدي الدور دياله على اكمال يواجه بعدين نوريكم جوج ديال الوصفات ساهلين وتقريب ان هذا الشيء اللي فيهم يعني متوفر في كل البيت اي وحدة غادي تقدر باش تصيبهم يعني او باش تديرهم ساهلين ما فيهمش الخدمة ولكن غير تبعوا معي الفيديو حتى النهاية وسمعوا النصائح اللي كان أعطيكم طريقة وقتاشي تشرب يعني طريقة الاستعمال وكذا كل شيء هالشيرة نذكره في الفيديو ومع ذلك تقليه في التعليقات لانه ما كتكملوش الفيديو حتى التقليه تبعوا مزيال الفيديو راني ما غادي ان شاء الله ما غادي نستشي حاجة بإذن الله قبل لا نبدأ معكم الفيديو نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف متتبعين قناة ام ياسين شكرا لكم على التعليقات دياركم كاملين 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 بلا ما نذكر اسماء ولكن تبارك الله عليكم شكرا لكم بزاف بزاف كما كتبقوني أنا كنبغيكم وكنحترمكم وكنحاول انني نقدم لكم ما هو مفيد قبل لا كما قلت قبل لا نبدأ في الفيديو كان نقول الناس جداد مرحبا بكم كان رحب بهم دائما وكان جدد ترحب بالمتتبعات الغاليات الوفيات للقناة وكان قول لكم اشتركوا في القناة ضغطوا على الزر ديال لايك يعني اي فيديو تفرشوا فيه حول ما امكن انكم تكتروا من اللايكات باش تتعاونوني انني نزيد نحط ونزيد نعطي وخلوا لي التعليقات ديالكم الليك تفرحني وبرتجوا الوصفة مع الناس باش الفائدة تعم كان اعتادر لا طولت عليكم ولكن انا ذا بغدا نبدأ معكم الوصفة الليولا غدا نهضروا عليها سهلا ما فيها ما تصيبي ولا ما تحطي ولا ما تهزي ذاك شي سهل الحرمل للبنات احنا هنا في المغرب كنقول الحرمل ها هو كيكونوا هكا حبيبات صغارين معرفت في الجزائر تهم الله اعلم كيقولوا لي الحرمل اخوات الجزائريات يعني اللي ما اعرفاتوش انا غدا نقربوه من الكاميرا باش تشوفوه ها هو البنات الحرمل مدوش على هاد الاسميتو كيكون هو هكا حبيبات صغارين ماذا؟ غالبا هو تستعمل البخور فهمتوني يا البنات؟ هذا الحرمل هذا مزيان مزيان لان الام دي كانت تألجات من ابوه مزوي غيب الحرمل كيفاش كنديرو لي؟ كنهزو سبعة ديال الحبات كنحسبوهم مثلا ما غدش تلزيم على القاول لا نصو الله لا غير لانه هو ركي دوخ كيديرو غير سبعة ديال الحبات يعني كتحسبوهم بحلكة كتحسبوها هادوك سبعة وكتنوضي كتشربوهم للريق مع الصبح كتتصبقيهم الكرشك يعني ضروري انك تصبقيهم مع الصبح ماش في الأشياء غالبا تشربوه شوية في الصبح وشوية في الأشياء المهم هذا البدية بدايه مع الصبح ضروري كما قلت لكم البنات غالبا تدومي عليها مدة ديال اسبوع على الاكتر على الأكثر يعني غالبا ما ستوصل لها حتى تلقي رسك إن شاء الله فاتك في حالة إذا بتدري الوصفة الثانية أنا غاد نتشرك معكم تهيارها سهلة وفي حالة إذا بتدريهم بججرة ما كانش إشكال باش نتفهمهم ما كانش إشكال غيره كان الأم ديالي كانت دارت غير الحرمل هي لنفسها يعني لنفسها هي الرسا دارت غير الحرمل وكتفت به كانت تمنت أنتم إن شاء الله تجربوا يكون هو إن شاء الله كافي بلما تتعلقوا شيئا أخرى كما قلت لكم الحرمل سبعة ديال الحبات من صباح لصباح وتشربت شي شوية وتنأسي يعني سبعة ضروري يعني ما تشربت بزاف كما قلت لكم راكيد ووخها البنات بالنسبة لبنات كي يديروه الشعر هو راكي قوي الشعر وخاكي حرشو كي قوي الشعر ولكن راكيد ووخ يعني خسما كتروا منه وننضروا كمية كبيرة الأم ديالي قتلي سبعة فقط وأي وحدة تقالجة تدعي معها ها أنتم ما شوفوا البنات كينا الوصفة التعني كتكون من ثلاثة دل حويج عفوانة ربعة غير وكان أنا ما متوفرش لي يا دبوا واحد مكوين أراكم عارفين مع هذا الحجر السحي كينا ننشو حويج ما كتقدرش تلقيهم ولكن ما كيهم مشانا غادي نوريكم كيف شغال كي الكامون حبوب راكي معرف الكامون هاو الكامون حبوب وكين حبة حلاوة حبة حلاوة في المغرب براها مقروفة في الجزائر جميع الدول العربية ها هي أراكم السمو بها كنديرها في الحلويات في القرص في هذه بزاف ديال الحاجات شغالها البنات حبوبة حلاوة وزأتر وزأتر ما زال عندي هنا جديد ما زال ما يبستو ما زال ما كنحيد لي هذا وكنسوسه تنتمو مدكش اللي غادي تدير غدا تحيدوا له العواد وتحاولوا تسوسه بحالها كامل عويدة ديالو شوية بهرزو ستتحنوا هذه المكونات بثلاثة وإلا تزيدوا المكونات الرابع يكون من الأحسن الكروية البنات معروفة الكروية في المغرب سجلوا هذا الشيء وسيروا عند الأكتار أو للأشاب ستتوفر عنده هذا الشيء ستشري جوش دراهم من كل حاجة ستتدير وتقاودي وتقاودي وشيط لك فهمت جوش دراهم جوش دراهم يعني يقع ماكسيموم خمسة دراهم وليستة دراهم ستصاوب لك هذا الشيء في حالة إلى ما بغيت يجب أن تدير الحرمل ستدير هذه الوصفة ستتحني الكامون كما قلت لكم مع حبة حلاوة مع الزعتر مع الكروية في حالة لما توفرت عندك الكروية وغيت تدير الوصفة لا يوجد مشكل ستعطي نتيجة ويجب أن تفهم غير لدرس الكروية أفضل فهمت بينهم ويعطي نتائج ضوين 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 ماشاء الله من المهم سأخذ مثلا مع القاة كبيرة أنا نري لكم أنتم بنات مها ستحطون القاة كبيرة من هدا مع القاة كبيرة و ستخفون هنا ستحطون السماء سأخذ مع القاة كبيرة من الزعتر ستتحنوهم و ولكن كروية ستتحنو ستتحنو جيد يجب أن تتولي بودر سوف تهزون منه معلقة كبيرة سوف تضيفها في الكاس سوف تغطيها بالماء وغطيها بالطبسي أو بلاستيك سوف تغطيها 30 دقيقة عادة لتشربها من الأحسن كما قلت لكم أنها دواء البومزويت أي وصفة تغطيها القول أو الأصابي أو أي حاجة وتتعلقها بالجهاز ما الأحسن أنها تكون مع الصبح على الرئيق فهمتوني ماذا قلت لكم؟ هذا الكاس الذي فيه كما قلت لكم حبت حلاوة والكامون والزأطر والكروية سوف تكون وصفة رائعة لبنات لا تستهنوا بها بحل واحد الوصفة أضطيها لكم في واحد الفيديو دخلت واحد الأخت الله يسمح لها وهي تكتب لكم في التعليقات سوف تكون الوصفة غير من التعمل معمر الإنسان لا تقيم الحاجة من الثمان هذه أنا كنت أخذها قاعدة في حياتي فهمتوني؟ عفوا أنا قلت لكم دخلني الإعجاب كيف ينشي ناس تفكر هكذا ركينا شيء ما كان يخلص فيها وكتكون علاج يعني حسن من شيء ما خسرت فيها ملايين لأن الإنسان يمشي بالأسباب يمشي بالفلوس هذه لا تقيم أنهم لا تقيموا أنهم نستطيعون أنهم في حالة لو أنت تريد كمية التي تخطيها في ثلاثة أي سوف تشرب هذا كل يوم سوف تشرب وغطيه سوف تشرب وغطيه كما قلت لكم سوف تغطيه في مدة نصف ساعة وكما قلت سوف تتحني مثلا هذا الشيء كامل مثلا هذا الكيمياء التي لديها وهذه وبحال هذه الكروية سوف تتحنيهم كاملين سوف تخبيهم وكل صباح سوف تهزي مع القاب حلاكة وتخويها ومن هذا الخالط الذي فيه كل شيء سوف تغطيهم بالماء سوف تغطيهم طريقة لكي لا تقوم كل نهار فهمت؟ كل نهار سوف تغطي الماء لديك الكث الذي سوف تشربه فقط أتمنى أن طريقتكم وصلتكم بشكل صحيح وتجربوا هذه الوصفة أو تجربوا هذه الوصفة نحن مجربينهم وبجربهم نفادونها والبنات التي طلبوني لما نذكر الأسماء والبنات التي طلبوني لهذه الوصفة من غير المريوة أنا أضعتها لكم والبيت لكم أتمنى أن لا تنسوني من الدعوات لا تنسوني لا تنسوني بالاشتراك في القناة واللايكات والبرتاج للفيديو لكي تتعرف القناة أكثر وأنا عندما نرى تقليقاتكم واللايكات كنت تشجع أنني نزيد مزان الحد أتمنى أن تكونوا فهمتوني وشكرا لكم وأي سؤال خذوا لي في التقليقات أتمنى أن تزوروا القناة جديدة لكي تشجعوني فيها نجوى شانال إلى اللقاء إلى فيديو خادم وشكرا لكم